ترجمة نانسي قنقر التي شكلت خارطة طريق للوصول إلى أفاق أخرى من التميز الحكومي في تقديم أجواد وأفضل الخدمات للمواطنين بكل فعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف التنموية في البحرين على مختلف الأصعدة يقود صاحب السموي الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل حكمة وحنكة فريق العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات وتوجيهات جلالة الملك المفدى في مسيرة النهضة والتطوير التي تعيشها مملكة البحرين ولترسيخ قيم الإبداع والتنفسية والتفوق عبر عملية مستمرة من التعليم وإكساب الكفاءات والطاقات المزيد من المهارات القيادية والممارسات الفضلة تحقيقاً للاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية التي يعمل برنامج رئيس مجلس الوزراء على تنميتها وتطويرها النظرة الاستشرافية لسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت البحرين دائماً في خطوات استباقية للأحداث العالمية الأمر الذي انعكس على إدارة الحكومة الموقرة المثالية لمواجهة مختلف الظروف والتحديات التي جاء في مقدمتها انتشار جائحة كورونا إلى جانب إبراز مملكة البحرين كنموذج مثالياً في مواجهة التحديات والتحولات العالمية في مضمون الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى وفي متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انعكاسات إيجابية على محيط العمل الحكومي الجاد لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات فالمشاريع التي جاءت على هدى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بدءاً من وضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى وصولاً إلى خطة التعافي الاقتصادي فقد حرصت الحكومة برئاسة سموه على تحقيق الأهداف العامة وبشكل دقيق من خلال الاستثمار في المواطن عبر خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي إلى جانب تعزيز مساع الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 حراك تطويري ملحوظ ومشهود في العمل الحكومي بكافة مجالاته ومناحيه يقوده صاحب السموي الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز فعالية الأداء الحكومي فهو من يستند على رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية لجعل العمل الحكومي ملبيا للطموحات ومحققا للإنجازات ومتصديا للتحديات ويقوم على فلسفة عشق التحدي وحب الإنجاز لتحقيق ما يطمح إليه الوطن والمواطن في مسيرة العمل الحكومي